اشتركوا في القناة البتل مباشر من هنا من العظيمة الإسماعيلية واللي قانبتوا منها اليوم نشرت كوفيد 19 الخاصة بجهة فاسم الناس ولله الحمد لله تراجع كبير وملحوظ في عدد الإصابات واللي وصل اليوم على مستوى الجهة إلى ثلاث حالات إصابات مؤكدة وصفر حالة وفاتة وهذا يعني الحمد لله التراجع الملحوظ في عدد الإصابات فهو نتيجة مجموعة من الإجراءات اللي اتخاذت جاء مجموعة من تضحيات جاء مجموعة من الأشياء اللي قام يعني من التدابير اللي اخداتها الدولة المغربية وكذلك الشعب المغربي في هذه الجائحة وكيف اشتعاملنا مع جائحة كورونا واللي كانت منهم الله سبحانه وتعالى أنها انتهي إلى غيري رجعة إن شاء الله كما مشاء اوميكرون تمشي حتى كورونا كوفيد 19 مشاهدين ومتابعي قناة توف تيفيجة التوزيح الجغرافي لهذه الحالات كالآتي سجلت على مستواجهة فاس مكننس سجلت بفاس زجل الحالات وبولمان حالة إصابة واحدة هذا هو التحصيل للحالة تتبع الوبائي لهذه 24 ساعة الأخيرة مشاهدين ومتابعي قناة توف تيفيجة كما قلنا زجل حالات فاس وحالة واحدة بولمان وجاء على المستوى الوطني سجلت 60 حالة إصابة جديدة في هذه 24 ساعة الأخيرة كذلك سجلت وللأسف مرة أخرى زجل حالات للوفيات بسبب الكورونا مرة أخرى كذلك زجل الأسخاص حالة شفاء وصل عدد ديرها إلى 453 حالة شفاء 24 ساعة الأخيرة مشاهدين ومتابعي قناة توف تيفيجة الحالة الناشطة وصل عدد ديرها إلى 2284 فيما وصل عدد تحاليل منجزة إلى 7293 فضاء 24 ساعة الأخيرة تم إنجاز كذلك أكثر من أو أنجز كذلك 3310 تحاليل الأنتجينية السريعة بمختلف مطارات المملكة لفائدة المسافرين فضاء 24 ساعة الأخيرة مشاهدين ومتابعي قناة توف تيفيجة كذلك للإنشارة فقد وصل عدد المستفيدات والمستفيدين من الحملة الوطنية للتلقيح ضد سارس كوفيد إلى 2475650505 للمستفيدين والمستفيدات من هذا التلقيح فيما يخص الجرعة الأولى الجرعة الثانية وصل عدد المستفيدات والمستفيدين منها إلى 23211308 كذلك مشاهدين ومتابعي قناة توف تيفيجة على مستوى الجرعة الثالثة أو الجرعة المعززة وصل عدد المستفيدات والمستفيدين منها إلى 5.831352 مستفيد ومستفيدة من هذا اللقاح أو الجرعة الثالثة مشاهدين ومتابعي قناة توف تيفيجة وهذا دائما حسب ما ورد في نشرة كوفيد-19 اليومية صادرة عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مشاهدين ومتابعي قناة توف تيفيجة لهذا اليوم 6 مارس 2022 كانت هذه مشاهدين ومتابعي قناة توف تيفيجة نشرة كوفيد-19 اليومية المقدمة لكم من جهة فاس مكنها ستجلت بها 3 حالات إصابة مؤكدة وزعت ما بين مدينة فاس بحالة إصابة مؤكدة وصفر حالة وفاة طبعا وحالة إصابة واحدة سجلت بإقليم بولمان مقالية إلا نقول لكم الله عافينا وعافيكم الله بعد لنا وبعد لكم شراء هذا الفيروس وهذا الوباء كورونا استودعوكم الله الذي لا تضيع ودائعوه كان معكم مرسل قناة توف تيفيجة مونير معطاوي أرضو بلكم كورونا رمزان معنا منسوش التجابير الاحترازية وضع الكمامة التبع والتعقيم وكذلك اللي بنبقي مقداش تلقي حدية له خصوصا من الجرعة التالية والمعززة اللقاء حديره من أقرب مركز إلى اللقاء مشاهدين كان معكم مرسل قناة مونير معطاوي إلى اللقاء